السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلاً ومرحباً بكم في درس جديد على قناتكم تعلم اللغة الإسبانية في هذا الفيديو إن شاء الله سأجيب على الأسئلة أو العبارات التي تركتموها لي في التعليقات والتي تودون معرفة معناها أو مقابلها باللغة الإسبانية أغلب هذه الأسئلة كانت بالدارجة المغربية ولهذا سوف أجيبكم كذلك بالدارجة المغربية حتى تصل الفكرة بشكل جيد إذن أتمنى أن يستفيد الجميع من هذه العبارات لأنها تبدو عبارات مهمة وأساسية لاستعمالها في الحياة اليومية إذن بدون إطالة فلنبدأ على بركة الله قبل أن نبدأ إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة إذا كنت لم تشترك بعد وفعل كذلك زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس إذن نبدأ بالسؤال الأول اللي يطرحوا في كريبوس والتي يقول فيه كيفاش أنا نسوله على الأحوال ديال الطفل ديالنا في المدرسة؟ مزيان هذا سؤال مزيان يعني بزاف الناس غادي يحتاجوه بزاف الناس اللي عندهم الأطفال ديالهم تقرأوا في المدرسة ومليتي يأخذوا مثلا موعد مع بروفيسور أو التوتور ديال الطفل ديالهم ما تعرفوش نهو الأسئلة اللي قدروا مثلا يطرحوها على الأستاذ باش يتفقدوا الأحوال ديال طفل ديالهم أو ليسولوه على القرية دياله وبزاف ديال الحاجات إذن أول حاجة يعني أول سؤال تقدر مثلا تطرح على التوتور أو للبروفيسور ديال الإبن ديالك تقدر تقول لي مثلا كيفاش غادي ولدي في القيسم حاليا؟ كيفاش غادي ولدي في القيسم حاليا؟ سؤال تقول لي كيفاش غادي ولدي في القيسم حاليا؟ سؤال تاني اللي تقدر مثلا تطرحوها على الأستاذ ديال الطفل ديال هو أنك تقول لو كيفاش غادي لدي في القيسم سؤال أخر اللي تقدرون تسول الأستاذ على الإبن ديالك تسلوك الإبن داخل الامة بصفة عامة تسلوك داخل المؤسسة تقول له كيف يسعى موضوع اثيال كولي كيف يسعى موضوع تسلوك داخل مؤسسة او في تجاه المؤسسة كذلك تسلوه على التمارين لديك موضوع في القسم او لا التمارين لديك موضوع أو لما تكملهم يعني ك awake되는 Timothy ما هو كيكمل تمارين ديالو في القسم سأقول له بهذه الطريقة completa solitary in classe completaוש coach in classe completa يعني كيفية كمتيار jsk будете الأعمل lichus느�иться يعني تمارين ديالو in class ديالو كذلك يمكن تقول Learn with the relationship مع باقي الزملاء ديالو في القسم يعني واش العلاقة ديالو مزيانة مع صحابه في القسم غتقوله بالطريقة سييبا بيان كلو شطرش كومبانيروس سييبا بيان كلو شطرش كومبانيروس يعني سييبا بيان واش العلاقة ديالو مزيانة كون لوس اوترش كومبانيروس يعني مع الزملاء الاخرين أو مع باقي الزملاء ديالو في القسم كذلك ممكن تسهولوا على صحابه مثلا في القسم وشي صاحبه يعني من نوع خاص في القسم صاحبه مزيان كما تقوله يعني مش بحل باقي الزملاء الخليل اللي في القسم معه يعني وتقول له وشي صاحبه متميز على باقي الزملاء دياله في القسم يعني وش كيتمشتمع شوحاد وش هدي وش هدي قدرت اقول له كآخر سؤال ممكن تطرحه على الأستاذ الإبن ديالك يعني هي تكون عبارة عن نصيحة يقدر أعطيها لك يعني بحكم الجريبة اللي عنده تقدر تفيدك تقدر تطرح ليه مثلا السؤال تقول له بغيت نبقى متبع المصار دير والدي على طول السنة الدراسية أشنو هي أحسن طريقة نديرها تقدر تقول له بهالطريقة هدي أحسن طريقة سؤال تقول له اللي طرحاته عيشة الفقه واللي قالت فيه بغيت تعرف أنه كيفش تقول ولدي من اللي كارجا من المدرسة ما كيدش تامرين ديالو كيتفرج غير في تلفازة تقدر تقول له بهالطريقة هو أنه من أنت تبغيت عيشة إدارة باش تاخد موعد باش تعطيهم شوراق أو لدفع لهم شوراق كيفاش تقول عندك جوجل الطرق اللي تقدر تطرحي بهم السؤال طريقة الأولى يعني تكون طريقة اللي هي كولوكيال شوية عامية يعني باش كادرو عامة الناس أولا تقدر تطرحي السؤال بطريقة اللي هي شوية فيها شوية ديال الإحترام الطريقة الأولى تقدر تقول لهم holا, buenos días أولا, buenas tardes أولا, buenas tardes أولا, بوناس طريقة اللي هي شوية ديالإحترام أولا, buenos días أولا, بوناس طريقة اللي هي شوية ديالإحترام أولا, بوناس طريقة اللي هي شوية ديالإحترام أولا بوناس طريقة كانت لل prochاء الناس أولا ما حصلت لهم الحديق الثواتي الليلة هي كل قلوي أما إلا بغيتي تقولي كاتسني فلوس يعني إنتا كاتسني فلوس أتقولي تيديبو دينيرو سهولة تعوي تاني على كيفاش تنقولو شخص استغلالي شخص استغلالي تنقولو ليه persona aprovechada أنا persona aprovechada يعني شخص استغلالي أولا كي بغي مصلاحة السؤال آخر اللي ترحاتو هو أبغا تعرف كيفاش تنقولو ندمت على الشريط هاد القميس أو ندمت على الشريط هاد الحواج قد نقولو me arrepiento de haber comprado este vestido يعني ندمت على الشريط هاد القميس كدر كبغا تعرف كيفاش تنسميه وشنو تنقولو الطفل اللي كيدير لبسالة بزاف يعني الطفل اللي كيدير لبسالة تنقولو un niño pesado ندوزو السؤال آخر اللي طرحاتو كوطر تنجي واللي قلت فيه خصها تعرف جمال تتعلق بدفع الأوراق يعني أوراق الإقامة أنا غنطك بعض الجمال ونتمنى أنها تفيدك وتستفدي منها إلا بغيت تقول لهم بغيت نطلب أوراق دي الإقامة والخدمة هات قولي كريا سوليسطار un permiso de residencia y trabajo كريا سوليسطار un permiso de residencia y trabajo هما يقدروا ترحولك السؤال يقولو لك واش خدام أو واش خدام حاليا هات يقولو لك ترابخوش تاكتوالمنتي ترابخوش تاكتوالمنتي يعني واش خدام أو خدام حاليا انتي لكنتي خدامة يعني وعندك كونترات دي الخدمة تقدري تقول لهم سي تنغون كونتراتو دي ترابخو من بعد هما غالبا ما تيعطوك واحد المطبوع باش تعمريه وتسنيه يعني غادي يقول لك خاصك تعمري وتسني هاد المطبوع غادي يقول لك تينكي رينار يفيرمار استيم بريسو تينكي رينار يفيرمار استيم بريسو انتي مثلا انا جمعتيك على الوراق اللي كتلبو وجيتي بشتفعي وويسي تقول لهم ها هما الوراق اللي كتلبو غا تقول لهم اكي تيني لس دوكومنتوس كي سي ديبي بريسيطار اكي تيني لس دوكومنتوس كي سي ديبي بريسيطار یلا بريسي تقول لهم الوراق الاصلي وفوتوكوبي ديالها غا تقول لهم أوريخينال افوتوكوبيا دي لس دوكومنتوس أوريخينال افوتوكوبيا دي لس دوكومنتوس يقدرو releasing السؤال ويقول لك وجل الپاسبور ديالك ما زال خدام يعني ما زال صالح غا تيقول لك تيني باسابورت إن بيگور تيني باسابورت إن بيگور دابان دوزو السؤال اللي طرحو مارسيل مارسيل واللي بغي يعرف فيه المعنى ديال استابلاثير وفختي فهل استابلاثير عندو بزاف ديال المعاني أنا غدي نعطيك المعاني الأساسية ديال هاد الفعل تنقلوا مثلا استابلاثير ونا فابريكا استابلاثير ونا فابريكا تنعنو بها بناء أو إنشاء معمل كذلك ندو مثال آخر اللي هو استابلاثير ريلاسيونيس كون ألغين استابلاثير ريلاسيونيس كون ألغين تنعنو بها إقامة أو ربط علاقات مع شخص ما كذلك كنستعملوا استابلاثير في قانون مثلا تنقلوا استابلاثير ونا لي استابلاثير ونا لي يعني كنوضع قانون وضع قانون أما فيخاتي فكنستعملوها منين تنبغيو نعبرو على الاندهاش ديالنا مشي حاجة مثلا كتكون كتاثر معاشي واحد وتيقول لك فيخاتي يعني بداري جات نبغيو نقولو يواشوف يواشوف يقدر يقول لك مثلا فيخاتي كومو كوميستينينيو فيخاتي كومو كوميستينينيو يعني شوف كيفاش تياكل هالطفل إذا أصدقائي وصلنا لآخر الفيديو نتمنى أن يكوننا الإعجاب ديالكم وتكونوا استفتمنوا بزاف ديال الحويج وإلى عجبك هذا الفيديو ما تنساش تخلينا واحد لايك وشي تعليق زوين وتبارطج هذا الفيديو مع أصحابكم مع العائلة ديالك باش كل شي يستفد ان شاء الله ولكن انتي مازال ما مشتركش في القناة اشترك دابا وفعل زر الجرس باش يوصلوك جميع الدروس إذا نتلاقوا في فيديو جديد في أمان الله اشتركوا في القناة